كابتن حضراك نجم تاريخي وقائد وكابتن تاريخي الفريق كرة السلة بنادي زمالك أعلى البطولات تاريخ كبير يعلمه الجميع عايز أكلم معاك عن فرق الصلاة في نادي زمالك فريق اليد من أكبر الفرق في أفريقيا وتحييل بطولات فريق الطائرة في السنين اللي فاتت محقق نتائج كويسة وبطل الدوري والكاس في آخر نسختين فريق كرة السلة من الفرق القوية جداً كانت ومازالت لوقتي بيتم عملية بناء ليه؟ ما بنشوفش تسويق للفرق دي؟ ما بنشوفش إعلانات على شرطات الفرق دي؟ بحس شوية أن الفرق دي ملهاش وجود على المستوى التسويقي أو الإعلانات أو حتى اهتمام الرعبية هل حضرتك هتشتغل على الملف ده؟ خلينا نتكلم كلام علمي بقى يعني كلام الانتخابات والبرنامج الانتخابي وأي حد لو دخل على جوجل وكتباً عايز برنامج الانتخابي هياخده وبرمجه على الوضع اللي هو داخل عليه ولكن البرنامج الانتخابي الأوقع أو الواقعي أنه أنت بتاخد من المشاكل الواقعية والحقيقية للمنظومة اللي أنت داخل لها أو داخل تخدم فيها رقم اتنين بتقلب الموضوع العلمي أكتر بقى في الحل خلينا نقول إن النادي الزمالك الفترة اللي فاتت المشكلة الأكبر لي هي المشكلة التمويل المالي التمويل المالي نتيجة عدم استقرار الداخلي والإداري جوه النادي الزمالك في المجلس الطابق والأسبق الرعاة كانت بتخاف التواجد جوه النادي الزمالك مؤسسات كبيرة حتى كانت بتخاف تتعامل مع منظومة نادي الزمالك الإدارية السابقة كل الكلام ده واتحله أساسا في الاستقرار الإداري لأشخاص عندهم من الشهرة والقوة في المواجهة وفي الحل مش حتت بقى رجال العمال والكلام ده كله لأن رجال العمال احنا بحتيجي رجال العمال من بره مش من جوه عايز حد يحل جوه حد قدرى بالمشكلة وعنده من الحلول وعنده من الثقافات الإدارية والخبرات الإدارية والعلم إنه يقدر يحل الكلام ده فنادي الزمالك المشكلة الأساسية بتاعته كانت مشكلة المالية ده المشكلة الأساسية في أن أنت تصرف على قطاعات الناشئين وانتظام المرتبات وانتظام التدفقات المالية للاتحادات والتدفقات المالية لعمل معسكرات وعمل تدريبات لكل القطاعات فدي المشكلة رقم واحد طب حلها هيجي بإيه؟ هيجي بإيه الاستقرار ده رقم واحد رقم اتنين الفكر والتخاطب مع الرعاة ورفع كفاءة قطاعات الرياضية بنادي الزمالك وبالأخص ألعاب الصلاة هيصب عندك برعاة طيب انت هتبتدي ازاي تقول للناس أن المشكلة عندي اتحلت رقم واحد ودي مهمة جدا إعادة هيكلة قطاعات العاب الصلاة جميعا في قطاعات الناشئين النهاردة عندك نادي الزمالك أصبح غير منتج للعيبة للدرجة الأولى انت بقيت النهاردة مستورد بعدما انت كنت القطاع الأوحد والأقوى في مصر العاب صلاة بتصدر لكل عندية مصر النهاردة انت بقيت المستورد وليس المصدر لازم يتم إعادة هيكلة القطاع كاملة والكلام ده وقت لازم يكون عن طريق لجنة عليا للرياضة تحدد لجانة فرعية لكل قطاع من قامات وأسامي الكبيرة في ناس هتقولك طب ما في ناس موجودة دلوقتي ومسكة والناس دي هي اللي عاملة المشاكل في ناس برة نادي الزمالك من القامات يعني لو كلمت مثلا على الباسكت الباسكت فيه دكتور اسماعيل سليم لا يخفى على أحد النقامة زي قامت دكتور اسماعيل سليم لو جيت حطيته في الباسكت وجبت جنبه رموز زي حمدي كابتن حمدي عثمان ما كابتر اسليم كابتن فتح شحاتة كابتن كابتن كباتن كبير كابتن أصوح حميد كابتن أنا مش عايزة نسى حد يعني عشان بالأسامي كل القامات دي لو جيت عملت منهم لجنة وهي المنوط لها ده مسأل يعني أنا بدي مسأل للباسكت ده المنوط لي هو أول رقم واحد اختيار رئيس الجاز رقم اتنين اختيار المدربين اللي أكفاء من أبناء النادي أن أنا عندي مشكلة نهاردة فاقد الشيء لا يعطي أنا ممكن أن أبقى عندي مدرب من نادي آخر هو ما عندوش فلسفة المنافسة عندوش فلسفة البطولة هو عنده فلسفة أن أنا أبقى مدرب جيد وعمل نتائج جيدة ولكن فلسفة المنافسة والبطولة لها فلسفة تانية خالص اللجنة دي لما تيجي تعادت هيكلها للمدربين انت اخترت مدربين أكفاء هتشتغل عادة هيكلة اختيار اللعبي نادي الزمانك طب أنا النهاردة عندي مئة ألف عضو كوى نادي الزمانك تأكيد أن أنا عندي ولادي أصلحوا للباسكت والفولي والهانبول والسباحة والتايكوندو والجودو والكاراتي والجنبازو عندي كل عندي مئة ألف مئة ألف دوت لازم يتم الانتقاء منهم في اللجنة الرياضية العليا مين يصلح للباسكت ومين يصلح للفولي هي مش بالأهواء أصلا أنا بحب الباسكت فألعب باسكت لا هو أنت تصلح لأني لعبة اللجنة علمية يتم اختيارها عن طريق لجنة العليا اللجنة العليا دي هي اللي بتشكل الأجهزة هي اللي بتختار اللعيبة هي اللي بتعمل الحياة الرياضية هي اللي مسؤولة عن قطاع اللي هتبقى منوطة بيه اللجنة الفرعية المنوطة بيه هي المسؤولة قدام مجلس الإدارة مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المكلف في ألعاب الصلاة وأتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يشرفني بهذا الملف عن طريق أن أحوز على ثقة العداء الجميلة العمومية وفي أجواء المجلس الإدارة شغلتي أن أنا وفر له الأجواء العلمية والفنية والصحية أنه هو يقدر يعملها